القطاع الزراعي في أي دولة في العالم قطاع مهم جدا وهو أساس في بناء أي دولة كلنا تابعنا شو بصير في موضوع الحمى القلاعية في الأردن طبعا أصل في الأمور أن وزارة الزراعي هي الراعي الرسمي لهذا القطاع وقبل ما أطلع أحكي بهذا الموضوع بحث وتمع أنت أنا والزملاء في فريق الإعداد حتى يكون حديثي عملي ومبني على حقائق ووثائق ومن هاي المنصة بتحدى وزارة الزراعة أن تجيب بشفافية على اللي بدي أطرحه اليوم حول هذا الموضوع شوفوا يا أخوان وزارة الزراعة اعتمدت على تحصين المواشي في الأردن من زمن عن الحمى القلاعية من خلال توزيع المطعوم على المزارعين بالمجان في عام 2022 حكى كثير من المختصين أن وزارة الزراعة غيرت أهم مكونين في المطعوم وهما أومانيسيا وأوبانيسيا وهذول المادتين أهم مادتين في المصل بصرف النظر إذا كان صح أو غلط اللي غيروهم بالمادتين حسب حديث المختصين أنه كان ممكن البقاء على المادتين وإضافة مواد أخرى إذا كانوا حابين يطوروا المطعوم وبحسب حديث الخبراء لا يجوز تغيير مفاجأ على لقاح الماشية اللي بتأخذه من فترة طويلة بدي أذكر معلومة وبرجع لها بالتفاصيل آخر التقرير اللي دفع ثمن المطاعيم منظمة الفاو وليس وزارة الزراعة وهي آخر الحلقة بأعطيكم الإجابة عليها حكيت من خلال متابعتنا أنا والزملاء في فريق الإعداد تبين إلنا أنه الشركة الأردنية اللي جابتنا المطعوم الجديد بلش تتروج للموضوع من ثمن شهور على أنه مطعوم موثوق فيه وممتاز طبعا هذا المطعوم الجديد اللي دخلنا بالحيط من أمريكا اللاتينية وتحديدا من أرجنتين ورغم أنه المطعوم السابق مجرب وكانت له نتائج مذهلة من سنة 2006 لكن ما بعرف ليش الجماعة أحب غيره المطعوم بالطريقة يعني مفاجئة لما بلشت المواشي تأخذ هذا المطعوم يجموا ربين المواشي وخبروا وزارة الزراعة أنه فيه مشاكل بتصير عن المواشي وأنه هناك نفوق غير مبرر لكن وزارة بداية الموضوع وكعادة كل وزارتنا بلشت تنفيه وتحدث الوزير أكثر من مرة أنه لا يوجد إصابات أو نفوق بالمواشي وإذا كان فيه مواشي بتموت هاي بتموت لأسباب أخرى بعدين وبعد تصريح الوزير تبين أن الإصابات بلشت ترتفع بشكل مقلق للغاية واليوم الإصابات تجاوزت 30% والحليب يتراجع كمية إنتاجه إلى 60% وزير الزراعة اتهم المزارعين بداية الأزمة بالتهويل وقلب الحقائق وبعدين قال وزير الزراعة بأن المزارعين بهولوا الموضوع من أجل الحصول على تعويض وفي اليوم الثاني من تصريح الوزير تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة لتعويض المزارعين يعني اللي بصير في الوزارة تناقض مرعب والذبذبة بالتصريحات بتدل أنه عندهم أزمة مستعرة يا إخوان الأمن الغذائي في العالم من قسم لقسمين الأمن الغذائي المطلق والأمن الغذائي النسبي ويعرف النسبي هو أن الدولة تنتج جزء من غذائها وتستورد الباقي الأمن الغذائي المطلق هو أن الدولة تنتج كل ما تحتاجه الدولة من غذاء حليب الأبقار في الأردن كان أمن غذائي مطلق كنا ننتج قبل الحم القلعية 900 طن يوميا الآن كم تنتج من الحليب يوميا بدي وزارة الزراعة تجاوب بشفافية على هذا السؤال جهات معينة في البلد أجبرت وزارة الزراعة أنها تبعث عينات لبريطانيا لفحصوا المطعم والتقارير اللي قدامكم أكد ما يلي بدأت الفعالية في الخالدية بمحافظة المفرق في مزرعة مختلطة من العجول والأغنم المستوردة ثم انتقلت إلى المزارع المجاورة للأبقار الحلوب في الضليل بمحافظة الزرقاء على أن يتم تقديم المزيد من التقارير المتابعة وفي كل صفحة من صفحات التقرير يؤكد لبريطان أن تدابير التحكم مختلفة عن مستوى الحدث وأنه لم يتم تنفيذ التدابير وهون أنا حاب أزعل معالي الوزير الزراعة سؤال بالله عليك من اللي سمح يدخل هذول العجول والأغنم من الدول المصابة وتحديدا من السودان وأثيوبيا ولمصلحة من دخلت هذه المواشي ولماذا لم يتم فحصها والحجر عليها أليس هذه مسؤولية وزارة الزراعة بشكل مباشر؟ طيب شو بيحكي التقرير كمان؟ يا حزركم التقرير البريطاني شو بيحكي؟ بقول أنه سبب الإصابات هي المطعوم الجديد أو مشان أكون دقيق السبب في تغيير المطعوم بقول التقرير أنه تم فحص 5600 بقرة تم تطعيمهم من المطعوم الجديد أخذوا عينات التقرير من 420 ماشية تم تطعيمهم وجدوا الحالات التي يتم لأخذوا العينات منها كلها لـ 420 مشتبه بإصابتها لا عن جد المطعوم الجديد دخلنا بالحيط خليني نرجع على موضوع عطاء المطعوم مشان أوضح الموضوع أكثر في عام 2020 طرحت وزارة الزراعة عطاء لمطاعيم الحمى القلعية وهذا العطاء اللي بتشوفوه أمامكم هذا حسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة هذا العطاء فيه نفس المكونات اللي كانت تأخذها المواشي منذ عام 2006 طبعا الآن هذا العطاء اللي أمامكم غير موجود على موقع وزارة الزراعة يعني تم شطبه قبل أكمن يوم العطاء الجديد اللي بنحكي عنه ليش يا أخوان منظمة الفاو اللي الأردن عضو فيها أصرت أنها تطرح العطاء هي مش وزارة الزراعة واللي غيرت فيه مكونين رئيسيين اللي حكينا عنهم طب ليش وزارة الزراعة قبلت بهذا المطعوم أسئلة وطالب وزير الزراعة الإجابة عليها هو بالشفافية وهناك ملفات مرعبة في وزارة الزراعة وتفاصيل يشوبها كثير من الجدل وعلامات الاستفهام ولا تبدأ من قطاع الأغنام ولا تنتهي عند التخبط في التعيينات والمراكز متقدمة في وزارة الزراعة سأردها لكم بالتفاصيل والوثائق في كل أسبوع ألقاكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر